هنا تكمن المشكلة أن إيران تطرح قضايا تعجيزية مطالب تعجيزية وأيضا تتدرع بذراع يعني مثل ما تفضلت بالتقرير وبداية عرضك للموضوع مرة تتحدث عن موساد مرة تتحدث عن قواعد أمريكية مرة تتحدث عن تدريب أمريكان لإيرانيين أكراد مرة تتحدث عن سلاح من إقليم كردستان إلى إيران مرة تتحدث عن تهديدات إسرائيلية إلى آخره إذن المشكلة تتسع عبر هذا الخطاب الإيراني الاستفزازي إيران على سبيل المثال يعني ما تتحدث عن مسألة الوجود الأمريكي بالعراق وتعتبر تهديد للأمن الإيراني وأيضا تهديد للأمن والاستقرار بالعراق والطالب بإخراج القوات الأمريكية هذه القوات الأمريكية لا يتجاوز عددها 2500 مقاتل يعني أمريكي غير مقاتل يعني من الجنود والضباط اللي هم في الأساس موجودين ضمن إطار اتفاقية عراقية أمريكية يعني هذا الوجود الأمريكي للتدريب والدعم اللوجستي والتسليح هو وجود ضمن إطار اتفاقيات رسمية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية فلا يحق لإيران أن تتدخل وتعتبر هذا الوجود يهدد الأمن والاستقرار في العراق يعني إحنا ما شفنا أن هذا الوجود يهدد الأمن والاستقرار في العراق أيضا التصريحات اللي تصدر من حلفاء إيران يعني على سبيل المثال النجباء زعيم النجباء في موسكو تحدث عن يعني العودة إلى شن العمليات للمقاومة العراقية في مواجهة الوجود العسكري الأمريكي إذن هناك استعداد للذهاب إلى عودة المقاومة والصواريخ والطائرات المسيرة ضد المصالح الأمريكية ضد الجيش الأمريكي ضد السفارة الأمريكية وهذا أيضا يشكل انتهاك للاتفاقيات المعقودة بين الحكومة العراقية وأيضا يشكل تناقض بين علاقة الحكومة العراقية مع حلف شمال الأطلسي مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية الشراكة الأمن المتبادل وبين الحكومة العراقية وكأن ما تقوم بهذه الكتائب المسلحة هو هجوم على السياسة العراقية يعني بالصواريخ وبالطائرات أيضا إيران تتحدث وتتذكر جنابك قبل أيام عندما تحدث السيد خامني عن نجاح إيران في نشر الثورة تصدير الثورة الإيرانية في العراق وفي سوريا وفي لبنان بمعنى أن هذه الدول أصبحت ضمن إطار النفوذ السياسي والاستراتيجي لإيران ولاية الفقه وأيضا هذا يشكل انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وتدخل في الشؤون السيادية للعراق من حق الشعب العراق ختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكذلك سوريا وكذلك لبنان يعني هذه الوصاية التي تفرضها إيران للهيمنة على دول منطقة الشرق الأوسط وخصوصا الإيراق وسوريا ولبنان هذه ستقود المنطقة إلى حروب مستمرة أيضا الحديث عن إخلاء المنطقة بمعنى الخليج الشرق الأوسط من وجود القوات الأجنبية القوات الأمريكية أيضا هذا ورد على حديث الرئيس رئيسي وخامانية أكثر من مرة والقيادات الأسكرية وهذا الحديث كان موجود من أيام الشاهد ما تبنى بريجينيف بعد اشتياح الاتحاد السوفيتي لأفغانستان واقترب من المياه الدافئة تبنوا تحييد الخليج العربي وبأثرها ظهرت عقيدة كارتر للدفاع عن أمن المصالح الأمريكية الطاقة وغيرها في الخليج العربي إذن نحن أمام مشكلة إيرانية للوصاية والهيمنة على منطقة الشرق الأوسط وخصوصا العراق اللي يشكل مفتاح استراتيجي مهم لهذه الهيمنة في الشرق الأوسط والخليج العربي وتهديد إيران بإخراج القوات أيضا نفس الكتائب المسلحة اللي موجودة بالعراق تتحدث عن حرب تشنها مستعدة أن تشن هذه الحرب من أجل إخراج القوات الأمريكية إذن معناها نهجم على الكويت والقواعد الأمريكية بالكويت ونهجم على قطر ونهجم على البحرين ونهجم على الإمارات ونهجم على السعودية إذن معنا ذلك سنذهب إلى حرب إقليمية بل حرب عالمية لأن لن نسى إيران حليف لروسيا وحليف للصين إذن ممكن تدخل روسيا طرف في هذه الحرب الإقليمية للمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا موجودة لها قواعد أملاق اليوم في سوريا ولها نفوذ اقتصادي وهيمنت على عقود الغاز الكبرى مع سوريا والوضع في سوريا ما زال متوتر وما زلنا في حالة أزمة عميقة أمنية في سوريا نفس الشيء لبنان لبنان الوضع خطير تتحمل إيران مسؤولية كل هذه المشكلات الكبرى التي تأصل في منطقة الشرق الأوسط وإذا ذهبت إيران إلى حرب بالتأكيد هناك كل فباهظة لهذه الحرب ستتفعها إيران بفعل انعدام التوازن في علاقات القوة الأسكرية بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وأذكر بالحرب على العراق في 1991 كان أيضا هناك انعدام للتوازن في علاقات القوة الأسكرية بين الجيش العراقي اللي كان جيش أملاق في تلك الفترة وبين القوات التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية فلا يمكن الذهاب إلى هكذا مغامرة تحت ذرائع ممكن إيجاد حلول إلها عبر الجهود الدبلوماسية سواء بعض المقاتلين الأكراد مسألة الأسلحة العراق S.T.